خلينا بقى نروح لأهم لقطة امبارح بعد مباراة الزمالك وطلاق على الجيش ولقطة لازم نقف عندها بصراحة يعني حاجة جميلة جدا جدا من جنش حارس مرمى نادي الزمالك واللي ظهر في لقاء تلفزيوني بعد المباراة ولابس تيشرت عليه مؤمن زكريا كنوع من أنواع الدعم ولقطة مميزة جدا من جنش زي ما حراركوا شايفين كده في الصورة وإن دا يتدل على ايه بقى يا جماعة الكلام ده يتدل على علاقات طايبة اللي دايما بيكون ما بين لعيب الأهل والزمالك آه ممكن تنتمي ممكن تكون بيتحب ناديك قوي لكن دايما العلاقات الأبقى هي علاقات الصداقة والعلاقات الطائبة اللي ما بينهم من بعض حتى كجماهير أهلي أو زمالك في بعض الأشخاص هي اللي بتعمل الشحن انتوا عارفينهم كويس قوي بمجرد ما الأشخاص دي تختفي من المشهد هتلاقي الأمور طايبة جدا وهو مش شخص واحد في الحقيقة لا في بعض الأشخاص الإعلامية كمان للأسف اللي بيشحنوا وشايفين أن ده ده أهم شيء بالنسبة لهم أعد أشحن في الجماهير وعمل احتقان ما بينهم متاع عشان أجيب مشاهدات وكلام منه كلام غير صحي إطلاق الناس دي تبعد عن المشهد والله والله هتلاقوا علاقات مميزة جدا ما بين جماهير الأهلي والزمالك وما بين اللاعبين وكل حاجة فاللقطة دي كان لازم نقف عندها لا تتجنش وإن شاء الله بإذن الله تمنى كمان لمؤمن السلامة ويرجع قريبا بإذن الله تعالى ونتمنى العلاقات دايما تكون طيبة ما بين الجمهورين وما بين اللاعبة زي ما احنا شوفنا